كل شخص وجوه حكاية وكل بيت وجوه حكايات وتفضل حكاية الحمى بمرات ابنها حكاية مشهورة جدا عايز اقول كلمتين للحموات خفوا شوية عن مرات ابنكم سابت حياتها وسبت كل حاجة وجاية تتجوز ابنك عشان تقوله شركة حياته وام الاولاده خليك طيبة خليك اللي بتنصح وبتصلح والاخت والصديقة مش اللي بتهد مش اللي بتخرب بلاش يا جماعنا في سنة وغيرة ولكن طبعا في حموات طيبين احب اقولكم انتو مثال للطيبة ومثال للام والحمى المثالية بجد يعني اهدوا شوية كده علشان يعني خراب البيوت وحش وعلى ذكر الحكايات انا كريمة مجدي معاكم احب اقدم لكم برنامج حكاياتنا مع كريمة واتمنى ان انا اكون ديفة خفيفة عليكم معينا النهاردة بقى حكاية جميلة جدا احب اقدم لكم الموديل والبلوجر شادو حاتم ازيك يا شادو؟ ازيك يا كريمة عاملة ايه؟ الحمد لله انا مبسوطة والله جدا انا معك هنا انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله كلمينا بقى عنك شوية كده انا اسمي شادو حاتم بدرس في كلي تربية خاصة جامعة مصر سنة ثلاثة وبدأت الموديلينج لسه عليها سنتين يعني انت بتدرسي تربية خاصة؟ ايوه يعني ايه تربية خاصة بتدرسي ايه؟ تربية خاصة اللي هي بتاعت الهي احتاجات الخاصة اه بدرس تخصص سمعي عشان كده انا اصلا بقدم لغة الاشارة ده الاساس قبل ما بقى موديلينج بس كده اتعلمت لغة الاشارة في الكلية؟ في الكلية اه لا في الكلية ولقيت نفسي فيها يعني عم كنتش عارف ان انا موهوبة فيها عملت فيديو طلعي مش ترند قوي بس جاب يوز كتير بس فلاقيت نفسي فيها يعني الكلية هي اللي حاببتني في لغة الاشارة ازاي بقى بدأت اصلا ان انت تبقي موديل وبلوجر؟ ازاي بدأت؟ هو ده اصلا حلمي من وانا صغيرة كده بفضل اقف قدام المراية وعمل ستايلنج لنفسي وكاميرا وتخيل ان انا في برنامج كده فانا مش مصدق ان هو بقى حقيقة يعني بكل مقتهد النصي بالزبط ففي مرة اخترتني ميكيب ارتست ان انا عمل لها يعني معاها بقى موديل انجليا وضربت بقى معاي حظ ان الشركات اعلان بدأت تطلبني بس عملت اعلانات ايه؟ عملت اعلان منتجات العناية بالبشرة مع اسم الشركة يعني؟ لا بالشركة كمان اوكي ودخلت كمان عروض فاشون اوه دخلت انا اصلا مقدمة في ميس نويل اوه سيزون 4 اللي هي المسابقة بتاعت بنت النيل اوه قبل بقى ما نخش في تفاصيل بنت النيل تفضلي كميرا لا تفضلي قبل ما نخش في تفاصيل بنت النيل عايزين نعرف شوي عن الموديل كنت موديل فاشون وموديل ميك اوب اه ولا فاشون بس ولا ايه؟ لا كنت في الاول موديل ميك اوب وبعد كده اتخلت في الفاشون بقى بعمل دراسنينج دراس اصدير تحب تنصحي البنات بايه؟ بما انك طبعا كنت موديل ميك اوب اللي هما بيحط بقى الميك اوب الكتير ومش بيهتموا ببشرتهم بصي قبل اي حاجة احنا لازم نشرب مية كتير جدا يعني لازم على اقل في اليوم 3 لتر مية هي حاجات بسيطة تخلي البشرة بتاعتنا صفية اه واحنا اصلا اغلب الجيل بتاعنا بتاع الشباب دايما بناكل بقى فاست فود ومش بنحب الاكل بيت اه طبعا وده هو اللي بيقصر اصلا على البشرة بتاعتي وانا عانيت من الكلام ده اه فلازم نشرب مية 3 لتر مية في اليوم ونقلل من الفاست فود خالص يعني دي حاجة بسيطة غير بقى ان احنا لازم نستمر على روتين الصبح وروتين بالليل اللي هو زي ايه مثلا؟ بقى الا حاجة عندنا يعني يورتين الصبح ممكن غسول بس باخسل البشرة بتاعتي وبحط اي مرتب اي كريم مرتب بس دي حاجة بسيطة انا شايفك النهاردة انت جايبا لنا منتجات كتير جدا او معاشا انا عانيت كتير قوي مع البشرة بتاعتي فبدأت ادور بقى على حاجات تخلي وشي كويس لان كمان حوار المودلينج والميك اوب بيقاصر على البشرة بتاعتي جدا وبدأت انها توجد فعادت ادور على حاجة تكون طبعية فلاقيت المنتجات بقى الكتير دي انا عايزك تكلميني عن مطبخ الجمال قولنا ايه مطبخ الجمال ده واشمعنا اختارتي الاسم ده وحكي لنا بقى قصة صغيرة دي هو اسمه بيوتي بوفي مطبخ الجمال لانه هو كل حاجة فيه 100% حاجات طبيعية زي مثلا الغسول بتاع الكولوجين ده هو اللي انا بستخدمه اسمه فيش الفوم ده برضو كل الحاجات اللي فيه حاجات طبيعية من نجم البحر وفيه اربع انواع احماض الطماطم اللي هي بتعمل على توريد البشرة انا عايزة فم حاجة انت اللي بتعملي المنتجات دي لا لا دي انا حاجات بستوردها من تايلند اه بس انا اصريت ان انا انا حوار السكان كير ده كان في دماجي بقلوه كتير بس عشان ما بدقتش فيه غير لما لقيت الحاجات دي مكونات طبيعية فانا حبيت ان انا استوردها ونزلها هنا مصر واتعرفيها طبعا للبنات صح ايه معاك ايه تاني المجموعة بتاعت الكولوجين دي هي اكتر حاجة انا حبيتها الغسول والسكروب والمسك بتاعه ايه كلها مكونات طبيعية زي مصردتك دي مجموعة واحدة او دي مجموعة واحدة طب ايه ده انا شايفة فيه ازازة كده متغطية دي ايه او ده بقى اختراع دي ماذا الاختراع ده ده بيخليك تستغني عن الشاور يعني بدل ما انا بستخدم شاور هو عامل زي الكريم وفي الكوتن بس فيه حد بيستغني عن الشاور ازاي ما هو انا فاهمك هو ده بديل الشاور اصلا اه هو اسمه ملك باست كريم بالكوتن ده ايه كوناته ده ما انا هقولك الكوتن ده فيه الفيتامين تاع كوتن بيعمل على تجديد خلايا الجسم او ده جميل جدا او وفيه البروتين الحليب ماك بلاس ده اللي هو بيفتح البشرة ايا بنشوف بقى زي جوهرة ومش عارفة الناس دي فبنفضل بقى عايزين بسمنا يبقى فاتح كده هو بيعمل الحاجات دي منجيل بقى الكريم الأس او طب وبالنسبة لده يعني عرفينها كده المنتجات اللي انت جايبها ده اللي قدامي ده ده خليك خليك ده اللوشن برضو باستخدمه وبعد الشاور لوشن للجسم فيه برضو هو كل المنتجات دي أصلا ببروتين الحليب بالأساسي ده المادة الأساسية في تكوينها او اللي هي بتعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها الزيتي اللي هناك ده ده لايق مع التقم بتاعي اخضر مروحة اخضر مروحة ده سيروم للشعر بالكرياتين وفيه أرجان اويل هو اسمه أرجان اويل أصلا بالأرجان والكرياتين انت الشركة بتاعتك متخصصة في العناية بالبشرة والشعر والجسم او ايه بقى منتجات البشرة ومنتجات الشعر يعني ايه ده للشعر او ده البس للشعر للسيروم هل في حاجة تاني للشعر والله بس كده؟ لا هو ده بس للشعر للسيروم والجسم والجسم بقى كل الحاجات دي للجسم موظمة للجسم مجموعة الكالجين بس للوش للبشرة للوش دي مجموعة الكالجين دي تنسب اي سن؟ يعني اي سن ممكن يستخدم المنتجات بتاعت البشرة دي؟ واحنا عندنا اعتقاد غلط في مصر ان الكالجين ده لازم يستخدمه الناس الكبيرة في السن بس لا احنا برضو الشباب اللي بسني بيحتاجوا الكالجين للبشرة تاني انا بقى عرفت ان انت بتكتشفي اماكن جديدة صح اماكن سياحية واماكن طرفهية ازاي واكتشفت ايه؟ اكتشفت بس هو طلع تريند جديد اصلا مش اكتشاف هي اصلا مبهودة يعني هي مش اكتشافي ولا اي حاجة اماكن مبهودة في مصر فطلع تريند جديد اللي هو بتاع الاهرامات كل الناس بتروح تصور في الاهرامات بقى الناس على السوشيال ميديا بيتريقوا مين ال انا انا واتنين تاني من صحابي لسه مطلعوش على الاهرامات مش عجبني التريند ده وفيها ايه لما فعلا نشجع الاماكن الساحية الموجودة في مصر وفعلا طلعها تريند صح برافا عليك فانا شايفة ان كلنا ننزل نتصور عادي في الاهرامات وما فيش اي حاجة بس انا عرفت ان انت يعني في مكانين كده يعني اسمه شرع السعادة ايوة حبيت ان الناس تعرفهم شرع السعادة ده انا منه يعني حبيت ان انا عمل مبادرة اسمها اصلا مبادرة السعادة مبادرة السعادة دي هي بنزل بقدم شكر لكل الناس اللي بتتعب في الشارع زي عمال النظافة والناس بتوع المرور ده الفكرة دي جات لي من وانا باكتشف الاماكن الساحية في مصر يعني وانا باكتشفها لقيت ناس فعلا بتتعب لما روحت الاهرامات في الناس اللي هي شغالة هناك وكده ناس بتتعب هناك فانا قلت ان انا فيها ايه لما عمل مبادرة اسمها مبادرة السعادة وانزل اقدم كلمة شكر اقدم لهم اي حاجة واجبة مثلا لو لقيت طفل ماشي في الشارع معايا اروح سبر ماركت اجيب بونجوني هو عمل خير يعني او عمل خير بتبق انت الوحد ديك يعني مشتركة في الموضوع ده ولا في حتى بيساعدك معايا تيم مكون من قد ايه بايا ولدين وبنت من الصحابية بس بتصوروا الحاجات دي عن الميديا يعني بتصوروها بتنزولها عن الميديا ولا لا عن السوشال ميديا بس بديم فيها فالاول بس السوشال ميديا انا اسمعت كمان ان اكتشفتي او ان انت عملت ريفيو كده عن شارع الاكيلة او حصل ده كلمينها بقى عن الموضوع ده انا اول مرة الصراحة اعرفه يعني بجد هو ده شارع في كل انواع الاكل كل انواع الاكل اللي يتحلم فيها كمان فيه الحاجات اللي هي بتبقى في البيت مطعم الست كبيرة في السن دي انا حبيتها جدا عاملة مطعم بس هي اللي بتعمل الاكل بنفسها بقى اكل بيتي اكل بيتي اه بس فانا روحت هناك وانبسطت وموجود كمان في اكتوبر احنا الاماكن في اكتوبر عندنا قليلة جدا يعني مثلا عشان انزل اكل اكل زي ده بنزل لقطار انزل زمانك انا اصلا من اكتوبر عشان كده بتتكلف ايو ايو او في الفيلم اريا بتاعتك اه تحت في الكاهرة فانا مبسطت ان فيه مكان زي ده موجود بتعمل اكل بيتي وحلو اصلا شارع الاكيل اصلا شارع الاكيل ده متسمي على اسم الاعلامي مراد مكرم اللي هو الاكيل اه هما هتنصرته اصلا في اول الشارع في الشارع بتاهم ايو كلمينا بقى عن مسابقة بنت النيل ايه الشروط علشان تقدمي فيها هي الشروط بيعتمدوا في الاول لازم ثقافيا يعني مش شرط الجمال اه مش مقياس الجمال خالص لا مش مقياس الجمال لازم اصلا علشان انجح في المسابقة دي يبقى عندي مشروع انا مأسساي مش زي ده زي مثلا حاجة تفيد البلد حاجة تفيد البلد اه طب انت ايه المشروع اللي انت مقدميه لا انا لسه بقى خاليها مفاجئة ان شاء الله بس يعني هو الاساس انا بناتهم بدرة السعادة هيبقى خيري يعني هيبقى مشروع اكثر خير حاجة خيرية بتساعد وليه علاقة بالاطفال لان انا التارجد بتاعي ان انا مركزة على الاطفال علشان انا اصلا يعني بحلم ان انا يكون عندي مشروع اسمه هلسي كلاب ان شاء الله لو كسبت هتعملي ايه لو كسبت هعمل ايه هعمل حاجات كتير زي ايه بقى اكلميني انا اترك التارجد بتاعي عن الاطفال الاطفال والبنات اللي في سني فانا احبه اصلا مشروع بتاعي بعد اما اكسب اواجه لبنات رسالة ان هما ما يقاسوش يعني خلي عندك هدف علشان توصليه انا اللي وصلت له ده مش من سهل خالص يعني انا بقى لي فترة كبيرة علشان اوصل لنا فيه دلوقتي فمعظم البنات اللي في سني مفيش هدف يعني تارجد حاجات تانية حاجات عادية مثلا حاجات هادية عادية ممكن خروجة مش عارفة ايه مفيش هدف خالص في الحياة فانا هدفي ان انا طلع اصلا وابقى ابلاجر وكده علشان ادي رسالة للبنات ان هما يبقى عندهم هدف اكتر طيب المسابقة دي يعني انتي لما تكتبي فيها ان شاء الله باذن الله يعني المسابقة دي اصلا يعني معمولة عشان تفيد مصر بايه بالمشاريع اللي بتقدمها المشتركات ولا في حاجة تانية لا بالمشاريع اللي بتقدمها المشتركات لان كل مشترك هما تقريبا بيبقوا مية متمشتركة ده كتير جدا بيتصفوا بقى يعني جاية المسابقة هما بيتصفوا على 15 مش عندي فكرة العدد كان بزاق بس كل مشتركة بتقدم مشروع يفيد البلد فبالتالي انت خالي البلد مستفادة اه 15 بنت بيقدموا مشروع وكل واحدة مشروع مختلف مش كلهم نفس المشروع بتاعهم فده اكيد هيفيد البلدين من خلال خبرتك بقى في عروض الفاشن اكيد يعني اتعاملت مع ناس كتير في الفاشن او في بنات كتير ما بتعرفش تزبط الالوانات على بعضها تنسحهم بايه قولنا بقى خبرتك عشان نستفيد مني احنا دلوقتي ما بقاش في حاجة صعبة عشان التليفون اللي في ادينا احنا ممكن ندخل فيديوز كتير جدا على اليوتيوب زي انا انسق الالوان وفي بلوجرز كتير جدا على الانستبرام ده بيفيدك يعني تابعيه وهم اصلا بيفيدوكي اكتر بقى زي تنسقي لبس على بعض وفيديوز كتير جدا من الحاجات دي في بنات كتير ما بتعرفش تنسق بالذات كمان لو محجبات في لبس كتير مش بيليق على المحجبات فبيبقى يعني صعبة شوية ما هو دلوقتي البلوجرز اكتر محجبات انتي ازاي بتوفقي ما بين بقى اهتماماتك والمبادرات اللي عندي كل مسابقة ودراستك اعرفيني بقى الخطة بتوفقي ازاي هو الحمد لله فترة الكورونا دي جاي علينا بمصلحة شوية وشوية المصلحة في ايه بقى ان انا دراستي اصلا بقت اونلاين كلها او على النت او كلها بقت اونلاين فانا عارفة اوفق ما بين الشغل وما بين الدراسة بتاعتي وانا اصلا شغلي معتمد على دراستي في لغة الاشارة اكتر او يعني والفاشن مش كل يوم يعني هو مش كل يوم انا عندي شغل او مش كل يوم اتاملي فاشن او يعني ممكن يومين في الاسبوع فعشان كده بعارفة وقف لغة الاشارة سهلة يعني في التعلم بتاعها سهلة ولا اللي هي ممكن انت عارفة لغة الاشارة زي اي لغة يعني كاني بتعلم انجلش مثلا باخد كورس انجلش يعني طب قولنا كده مثلا حاجة انا لسه مقلصتش الكورس بتاعها قولنا حاجة بسيطة بلغة الاشارة زي مثلا دي معناها بحبك وانا كمان وانا اصلا عاملة فيديو لغة الاشارة والغنية بتاعت تحيا مصر تحيا مصر انا رجل دلالتي مين بقى قدوتك قدوتي بصي هما اتنين اول حد هي امي طبعا هي امي السبب اصلا في اللي انا فيه ده كله عمتا وده حد من عيلتي هي اللي بتخليني افهم نفسي وبتخليني ازاي اعرف اعمل كل اللي انا فيه دلوقتي في الحد الثاني ساميها علوب لو تعرفيها هي عشان انا بحب الفتنس والميوزيك وكده وهي دخلت الفتنس مع الميوزيك يعني خلتني اعمل حاجات للجم مع رأس فاهمة طب خلينا نتفرك على الفيديو بتاعك في لغة الاشارة تحيا مصر بحب الفتنس والميوزيك في لغة الاشارة في لغة الاشارة تحيا مصر بلول رسم علامها سرعت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرا فوسطهم خطين ونس تحيا مصر تحيا وعينها تملس أحيا وعينها بكل نحيا وك مليون الزجال تحيا مصر حرام تحيا ألف مرام تحيا مما يجرم لنهاية العالم تحيا مصر تحيا مصر تقليل جدا جدا الفيديو ده هي أصل لوطة الأشعر ممتعة يعني تخالي أنت بتوصلي لحد ومش قادر يسمع الأمباء دي فأنت بتحاولي توصلي هورو بشعور حلو جدا يعني أنت بتدرسي هل بقى تعاملتي مع حدي؟ أكيد أنا أصلاً في الكلاب بتاعتي بننزل تدريب ولازم بنتعامل مع الفئة دي كلها إيه مثلاً أصعب حاجة شفتيها؟ هو موضوع صعب أن أنت بتعاملي مع أطفال هما أصلاً مش عارفين يتعاملوا مع المجتمع فأنا دوري في الحياة أنا بخليهم أصلاً يتعاملوا مع المجتمع مش بس دراسياً اجتماعياً وأسرياً وكل حاجة وفيه كمان أصر مش بتعرف تتعامل مع أولادها هو مش بيعرف يتعامل معي فأنا دوري أن أنا أوفق أنه إزاي تعرف تتعامل مع الطفل اللي هو جايب هو مش عاب خالص بالعكس هو ملاك من عد ربنا والدولة كهدية ويبقى أسكن مننا على فكرة يعني هو ربنا بيأخذ حاجاته وبيضي أكيد حاجات تاني يا ربنا يشفيهم يا رب بس هي اللغة يعني جميلة جداً مع فكرة يعني في الدراسة لا في ناس مهوبة في السباحة وبيغضبوا تضغط في نشاطات يعني أول نزلت قبل كذا مبادرة كان فيه مسابقة للسباحة وتعاملت مع طفل اللي هو أودازي فبصي هو طفل زكي جداً جداً مننا بكتير ما شاء الله ما شاء الله عليه فهو مش عبء خالص يعني طب أنت قلت لي أنك عايزة تعملي جم للأطفال إيه تاني يعني إيه حلمك تاني اللي حابة تقدميه أو تعمليه بإذن الله بس في المستقبل أنا في المستقبل عايزة أعمل مشروع اسمه هلسي كلاب بصي هلسي كلاب ده هيعتمد أكتر على الأطفال لأننا لما أأسس الطفل أنه هو تبقى حياته كلها صحية أكيد هيبقى فيه جيل كامل صحي وده هيفيد البلد طبعاً الجم بقى وأكل صحي ونادي رياضي ودراسياً وكمان دراسين إزاي بقى؟ دراسين هيبقى هو الفترة بتاعته تبقى من الصبح لغاية بالليل أنا بأسس له حياته إزاي تعمل في حياته صحياً أكله وشربه ودراسة وكمان ترفيهي بتعمليله بروجرام كده يعني بيمشي عليه يمشي عليه طيب بالنسبة ما يبقى فيك اسمه يعني إن شاء الله إزن الله إن شاء الله كنت لست حالاً هقولك كنت لست أقولك فين الأساس فين دراستك ده الأساس أصلاً هو يبقى زيحتاجات الخاصة إن إحنا نعملهم إن هم مش عب هم أصلاً قادرين هم يتصرفوا في كل حاجة إحنا بنعملها طبعاً طبعاً يعني يا ربنا يا ربي يشفيهم يا رب ويعافيهم يا رب بالنسبة للمسابقة بقى أنت دلوقتي المسابقة هيا لنوا عن اللي كسب إمتى هي لسه أصلاً خلصنا شهر واحد خلصت شهر واحد شهر واحد إزاي خلصت شهر واحد لأ هي سيزون ثري آه تمام اللي فاتت يعني بس وهتبدأ بقى هي بدأت هتبدأ في شهر أربعة نص رمضان تمام يعني إن شاء الله شهر الجاي وبيعلنوا عن الفات في شهر واحد اللي جاي ولا إيه أوه شهر واحدة تمام بتفضل طول السنة بقى ساشنز وكده وتحضيرات وشهر واحد بيبقى الإفنت الكبير يعني المسابقة غازت نفسها بتقدملك أنت إيه بتقدمي أنا إيه في مجال شولي بتديني خبرة أكتر إن أنا أعرف أتصرف إزاي في مجال الموديلينج وكمان بتخليني عندي ثقة في النفس زيادة واجتماعيا إن أنا بتعرف بيدربوك على الموضوع ده أو أحنا بنا في دل سنة كاملة بنتدرب على الموضوع ده واجتماعيا إن أنا بتعرف على ناس كتير وكمان ثقافين أنا زي ما قلت لك لازم يبقى لينا مشروع فدي حاجة حلوة جدا إن أنا هفضل سنة كاملة وبنركزها في مشروعة مفيد فأعتقد إن ده مفيد يعني ليه طب لو رجعنا تاني بقى الموضوعنا عن الموديل إيه يعني حلمك لما كنت موديل كنت عايزة تحقق إيه عايزة تحقق إيه من الموديل من الموضوع ده عايزة تحقق إن إحنا نبقى كبنات مش شرطة أكون مشهورة علشان أبقى حلوة بالضبط آه فأنا ممكن أوصل رسالة إن أنا مش شرطة أبقى موديل أصلا علشان أبقى ماشية في الشارع إحنا كل بنات نفسها إن هي تبقى حلوة أكيد فده هدف إن أنا أوجه ما مركزش على نفسي أنا الواحدة يعني تبقى البنات كلها موديلنج يعني مفيش مشكلة إحنا معنا سور عايزين نشوفها دي بقى صورة عن الفاشل أيوة كلمينا بقى عن الصورة دي تناسق الألوان شايف أحمر كتير أنا مشهورة بالنظارات بتاعتي أصلا جميلة جدا ده شارع الأكيلة أحمر تاني برضو أنا أحب اللي هو الأحمر جميلة ده شارع الأكيلة اللي أنا أتكلمت عليه ها هو ده لو تركزي موجودة صورة الميكات حلو جدا اللوك ده مين اللي عمله لك؟ دي رانا دهب أخت هيسم دهب لو أكيد معروفة أنا أحباها جدا على المستوى الشخصي جميل جدا لا شغلها أصلا واضح إن هو جميل جدا طيب كنت عايزة أسألك برضو في مجال الموديل قلنا خلاص أنت كان إيه حلمك من موضوع ده؟ إيه ممكن أوحش حاجة تشوفيها في الموضوع ده؟ أو للبنات الموديل اللي بيتعرضوا لها؟ هقولك هو مجال ده صعب إن هو أغلبه مش ماشي صحة قوي بمعنى؟ يعني مثلا فينا صفحات بتنزل إن هي مطلوب موديل بتتفاجئ إن هو مش مطلوب موديل ولا حاجة بيتجروا بقى بال أو روت فيك أو روت فيك فانت بقى تحاولي تركيزي إيه الفيك وإيه الصحة بالزفر دي أكتر حاجة مشكلة بتتأكل وبعدين هتركيزي إزاي؟ أما ممكن البنات متعرفش واحد بيكلمها أنا عايزك مثلا في سيشن فاشون أو سيشن موديل لازم بقى تشوفي الشغل اللي هو عمله قبل كده وتدخلي على الأكاونت اللي بيكلامك منه وتتأكدي إن هو فعلا مثلا فوتوجرافر تتأكدي إن هو فعلا ليه شغل وقبل ما تروحي تبعتي حد يتأكد إنه يقابله ومتروحيش لوحدك يعني أنا عشان أنا سني صغير لازم طبعا حد يكون معاك لازم حد يبقى متابع معاك كلا عارف معنا إنك زورك مصرية لكل شاهد الكل شايف عم الجدعانة والتضحية بمصر أم الدنيا دية أيوة أم الدنيا دية وأهل مصر سند عليهم والطم من مليون في المياه الله الله على المصرين الله 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 على الجمال لله لله جميل جدا الفيديو ده أنا أصلا بحب لقوة الأسورة جدا وممتعة أنت هتخلينا تعلمها بجد والله جميلة جدا عايزة أخد رأيك أعرف رأيك في البنات بما إنك بتقولي في بنات كتير عايزة تبقى موديل عايزة تبقى مشهورة عايزة أعرف رأيك في البنات اللي بيطلع للتيك توك علشان يتشهروا تكلميني بقى عن الموضوع ده عشان أنا أخوي أصلا بيحاب تيك توك ودائما أنا وهو في السراع بأخوار تيك توك تيك توك وكأبليكيشن فور فان يعني شايفة أنه فور فان ما كوش أي محتوى بالضبط أنا ممكن أعمل فيديو عشان أنا زهقانة بس على فكرة كل الفيديو اللي اتعرضت دي تيك توك لغة الإشارة بس الفيديوهات بتاعتي جدي فيها محتوى احنا بقدم محتوى حلو صح إنما بقى الباقي هو الباقي طبع عشان ياخد شهرة كمان كم سنة أعتقد أن مش هيبقى فيه أي حاجة حقيقية يبقى كله على السوشيال ميديا اه فعشان كده كله بيدور على الشهرة بس مش مش شرط محتوى يعني المفروض أصلاً فعلاً بيتشهروا على فكرة بيتشهروا أنا بلاقي ناس عندهم أربعة مليون أيهم فعلاً ستة مليون أدخل ألاقي كلها فيديوهات عشان إحنا بلد بتحب تضحك يعني فيديوهات كلها عن الأغنية وبتعمل أشكال دي فور فن وليها جمهورها برضو يعني أنا من واجهة نظري بقول لو تتعلموا لغة الإشارة بما إن مثلاً الأغنية بيبقى فيها قلب فنلاقي قلب كده ومعرق وحاجات متكسرة وحاجات كده هي أكيد مش كله هيبقى لغة إشارة بس يتعلموا يعملوا بقى الأغنية بالأشكال تبقى جميلة فكرة حلوة قوي إن إحنا ممكن نستقن نتعرف على ناس من اللي هم المشهورين وبيطلعوا يرقصوا على الأغاني هو ممكن يطلع يقذي اللي هو بيعملوا ده مع لغة الإشارة فبالتالي هيوصل للناس اللي هي عندهم ضعف سمع بطريقة أحلى بالزبط آه إنما يعني عارفة ليه بقولك كده لإن أنت طبعاً يعني ربنا يا ربي يوفقك عندك محتوى وإن شاء الله تتشهري وتبقي يعني أحسن موديل وبلوجر في مصر فبالتالي برضو بحب إن برضو البنات التانية يكون عندهم محتوى بدل الكلام كده أنا دايماً لما بتسأليني إيه هدفك من الموديل أنا نفسي كل البنات يبقوا موديل مش شرط مشهورة بس يعني يبقوا كويس يعني يقدموا محتوى ومش شرط لغة إشارة أنا ممكن أقدم محتوى إزاي إنساء اللبس مع بعض تيك توك بيقدمني ده يعني بيطلع كذا ترند إن أنا أعمل كذا مثلاً عندي لأنا لابسة البنطلون إنجلد ده إزاي نساء عليه كذا تيشرت كذا ستايل من البنطلون واحد وبعمل الفيديو ده على تيك توك وده محتوى هو محتوى كويس مش شرط لغة إشارة يعني وجميل جداً فعلاً علاقتك إيه بقى مع زميلك في المسابقة؟ هل بقى في نفسنا؟ نعم أو نصمع أكتر اللي بنشجعوني قصة طب دي حاجة كويسة جداً دي حاجة كويسة واللي عنده في أفكار جديدة بنقولها البعض وكذا فمفيش نفسنا إيه أحلى أفكار مثلاً أو الأفكار اللي شدتك قوي من صحباتك؟ حاجة مثلاً غريبة كده قالوها؟ حاجة غريبة؟ أو جديدة؟ حاجة جديدة قالوها؟ أعيز أفتكر كان فيه موقف الليبس إن إحنا نطلع نعمل فيديوز مع بعض عارفة طلعة جديدة اللي هي السلوبيتة تبع على شكل حيواناتها آه فكان أقرب فكرة إن إحنا أقصى المفروض ميس نايل ناسة عقلة وثقافياً وكده وإحنا طلعين فور فان بورد أطفال خالص معانا فيديو تاني هزين نشوفوك؟ موسيقى إيه بقى الأمر ده؟ إيه رأيك؟ ده جميل جداً برضو اللوكي دهيك؟ رانا ده برضو هي هي برضو نفس اللوحدة؟ هي بتفهمني أنا عاوزة إيه؟ إنتي بتتعمليش غير معاه ولا إيه؟ لا لا بتتعمل مع ناس كتير بس أنا بدأت معرانة ده لو جيت عرض عليكي مثلاً واحدة ميكب أورتست لسه بدأة يعني ما عندهاش فولورز لسه مش مشهورة وعايزة تعملك ميكب عادي أنا بحبكي؟ لا طبعاً بحب كده جداً فيه ناس بترفض تقول لا ده أنا لازم أعمل مع حد مشهور لأ مش شرط دي حاجة حلوة أصلاً أنت تبدأي مع حد لسه مش معروف ويبدأ يتعرف بسببك رح دي حاجة حلوة بتفكري في التمثيل؟ يعني بس مش دلوقتي طب لو هنقول ان انت دلوقتي مثلاً بتفكري في التمثيل مين؟ عايزة مين تمثلي معي؟ أنا بحب يسرى جداً يسرى؟ بس أنا طلعت بتموح لهو؟ يسرى بس؟ لا أكيد فيه ناس كتير قوي يسرى وبحب نلتكلم طبعاً هما الاتنين طبعاً يعني ما شاء الله عليهم وكان فيه حد تاني محمد إمام ابن عبد الإمان دي عسل ده عمد رمضان طبع نمبر ون نمبر ون عملتي قبل كده بما انك بقى بتكرارلي تيك توك ما بتعمليش؟ مش بكره وأنا بكره على الناس اللي بتقدم حاجات فيهم بدون أي محتوى بالزبط مدى اللي أنا أصده هل في مرة ممكن نلاقي شادو عاملة تيك توك مثلاً على أغنية ولا حاجة؟ مثلاً زي محمد رمضان وحركات بقى وكده ولا لا؟ ممكن فور فن بس مش هيبقى أقولك فيه ناس بتعمل الفيديو ده بطريقة صعبة مش مش مقبولة عشان كمان في مجتمع عاولين عادات وتقاليد أنا ممكن أطلع عامل ده بس عادي بعاداتنا وتقاليدنا يعني فور فن هيبقى بطريقة كيوت كده مش اللي هو مثلاً لابسة لابسة لا 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 آه طيب بالنسبة للبنات اللي هم عايزين يبقوا بلوجر يعملوا إيه؟ لأن مش أي حد بيبقوا بلوجر صح بنركز إن إحنا يبقى لنا محتوى محتوى مفيد يعني مثلاً أنا في بلوجر بتبدأ محجبات تمام آه في كتير منهم كتير جداً ودي حاجة حلوة إن هي بدأت تنتشر إن هو بيشجعوا البنات إن هي تلبس الحجاب لبسة محجبات أنا عن نفسي الخطوة بتاعت الحجاب مأخرى شوية عشان أنا مش بعرف أن أسأل هدوم مع الحجاب دلوقتي دلوقتي أنا شايفة إن الموضوع سهل إن أنا تابع بلوجر هي أصلاً بتتفلي إن أنا إزاي ناس أقلبسي مع الحجاب في الحجاب مش ما يبقاش عاقت ليا يعني يعني إن شاء الله ممكن قريب جداً إن هي شادو حاتم محجبة ولا بس تلبس محجبات لا يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله كملي كلامك أنت كنت تتسأليني على إن هما إزاي يبقوا بلوجر إزاي يبقى بلوجر إن هي لازم تركز يبقى ليها محتوى مفيد ما بقاش دايسة في أي هلس وماشي طب لو هي أصلاً يعني مثلاً لو هنقول إن هي طالبة أو متخرجة من الجامعة مفيش مثلاً ما بتشتغلش قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة إيه المحتوى اللي ممكن تقدمه إن نصائح اللي ممكن تقولها لهم كل بني آدم وعنده موهبة هي تركز في الموهبة بتاعتها وتتعاملها في المحتوى يعني فيه ناس ست قاعدة في الأمام تبعيها هي قاعدة في البيت ومي بتشتغل وعندها أطواب وبلاجر ومشهورة جداً إيه المحتوى اللي هي بتقدمه بتعمل أكل حلو جداً بتعمله بطريقة حلوة بتقدمه بطريقة حلوة كتصوير يعني من البيت تمام بجد يا شادو يعني أنا عايز أقولك على حاجة أنت من الشخصيات الجميلة اللي أنا قابلتها والله وحبة أن أنت يعني يعني مش حبة فرحانة بيكي أن أنت عندك محتوى وأن أنت يعني أبسط حاجة ممكن البنات تعملها زي ما قلنا على تيك توك ويلا أرقص وأغني ومعرفش أعمل إيه ولاقي مشاهدات عالية جداً ولاقي ناس بتتبعني كتيرة جداً أنا ممكن أقدم ده زي ما قلت لك فور فان يعني أنا ممكن عادي أعمل فيديو مرة كده ممكن بس لازم التركيزي أن أنا يبقى ليه محتوى أفيد بين الناس زي ما قلت في أول كلامي إحنا لازم يبقى لينا هدف بجد أنت شرفتيني وأنا كمان كنت مبسوطة جداً أن أنت معي بكده تكون خلصت حلقتنا وإنساء الله الحلقة الجاية يكون معينا زيوف جديدة بحكايات جديدة مع السلامة موسيقى 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 موسيقى